اشتركوا في القناة وهو هتكلم عليه على اعداد الكام نبدأ بسم الله اعداد الكام قبل ما اخش فيه تفصيل برضو في مزار في دقيقتين هقول لك مخلاصة اعداد الكام اللي عاوزك تعرفها خل بالك ان انت عندك اعداد الكام عندك اربع اعداد كام N و L و ML و MS N دي هو عدد الكام الرئيسي اللي دي هو عدد الكام الثانوي ML هو عدد الكام المغناطيسي MS هو عدد الكام المغزلي طيب انت عاوزت ولي والله عاوز قولك ان العدد الكام الرئيسي اللي هو N اللي هو K L M O B Q اللي هو K بيشيل اتنين واللي بيشيل تمانية واللي بتشيل تمنتاشر طب عرفت ازاي قالك ان العدد الكام الرئيسي فيه قانون بيحكمه اسمه 2 N سكوير او 2 N تربية N دي هو عدد الكام اللي هو مساء عدد المستوى اول تاني تالت رابع وهكزا عدد الكام السانوي L ليه قانون مهم جدا وهو بيقولك ان ال L بتساوي من zero الى N ناقص واحد يبقى انا مش هقدر اجيب ال L غير لما يبقى معايا من ال N وده طبعا هنطبق عليه دلوقتي عدد الكام المغناطيس اللي هو ال M L اللي هو المدارات المدارات دي قالك والله ان ال S فيه اوضة واحدة ال S عنده اوضة واحدة ال B عنده تلات اوضة ال D عنده خمس اوضة ال F عندها سبع اوضة طبعا الاوض دي عبارة عن فنادق عبارة عن فنادق الفنادق دي بتملى فيها الايه الالكترونات يعني ممكن ابقى طبعا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وارجع تاني لان ده اسمه مبدأ قاعدة هند قاعدة هند بيقولك ايه بيقولك ان تعمل على توزيع الالكترونات فرادة اولا يعني تقول واحد اتنين تلاتة وترجع تعمل ازدواج كده طبعا كل ده في الشرح والتوصيل باذن الله هينزل لكن انا عاوز النهاردة اركز على اسئلة بنك المعرفة وركز على حاجات مهمة جدا بيجي عليها اسئلة مهمة طيب نبدأ بسم الله قالك عدد الكام نبدأ السؤال الاولاني عدد الكام الليزي يحدد حجم الزرة انا عاوز اعرف دلوقتي الزرة اللي عندي دي يا طرى هي صغيرة ولا حجمها كبير ولا ايه نظامه يا طرى على حسب ايه عدد مستويات الطاقة الرئيسية يبقى مين عدد مستويات الطاقة الرئيسية اللي هو عدد الكام الرئيسي اللي هو برمزله بالرام زي ان السؤال التاني اجمالي عدد الالكترونات في غلاف اني بتساوي ستة الله مش انت عاوز عدد الكترونات في غلاف اني بتساوي ستة لك ان انت بتقول قانون 2N تربيع 2N تربيع هقول 2 في ال N بكام بستة ستة كام تربيع ستة تربيع بستة وتلاتين في اتنين باثنين وسبعين الكترون السؤال الثالث قال لك الارقام الكمية توضح لنا الارقام اللي هو الام اللي هو الان والال والام ال والام اس الاربعة دول بيعملوا ايه قال لك بيعرفوك طبيعة الالكترونات وموضع ولا وموضع الالكترونات الروابط بين الالكترونات ولا كل ما اصبك ايه وا هتقول كل ما اصبك لان ايه طبيعة الالكترونات طبيعة الالكترونات اللي قالها اللي قالها العالم دي براولي قال لك ان طبيعة مزدوجة طيب الروابط بين الالكترونات ليه هو الان والام والام اس بيعرفوك ان فيه روابط بين الالكترونات ايه فين الروابط بين الالكترونات اللي جابها دي ولا لها اي علاقة هي بس بتقولك موضع الالكترون فين يا طرى موجود في الان ولا الال ولا الام ولا الكيو ولا البي ولا موجود في الاس ولا البي ولا الدي ولا الاف ويا طرى بيدور مع عرب الساعة العكس عرب الساعة ولا جاب علاقة طبيعة الالكترونات ولا الروابط يبقى طبعا الاجابة موضع الالكترونات فقط وفقا لتركيب بور للزرة فالالكترونات تدور حول الزرة في مدار سابت يطلق عليه طبعا بور قال لك والله ان انت عندك النواة حبيدور النواة بيدور حواليها الكترونات في مدارات سبتة المدارات دي ممكن اقول عليها مدارات اقدر اقول عليها اغلفة واقدر اقول عليها مستويات الطاقة يبقى كل ما يصبك رقم خمسة المدارة الذي يكون العدد الكم فيه تلاتة هو المدار نقط طبعا احنا لسئلين الكيه بتسوي واحد كيه الا 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 كذا طيب تقط الإلكترون في النواة طبعا لان المستوى الطاقة مستوى طاقة ال ومستوى طاقة ام اما اكبر من ايهل اكبر من كيه. تلاتة الحد لاقصى العدد الإلكترونات طبعا عدد الاقصى لانه بيقول لك الكي بتشيل اثنين الايههل انه بيتشيل تمانية ما اهم بيديه القانون تو ان سكوير اللي هو بيقول لك مستوى بيشيل كم الكتروني بقى اللي جابة كل ما سبق. رقم سبعة اذا كانت ان بتساوي اربعة فان قيام عدد الكم المداري بتكون ركز معايا بقى كويس قوي 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 في الحتة دي قال لك إذا كان عاوز عدد القيم المدارية عدد الكم المداري وقال لك ال N بتساوي 4 يبقى عندك قانون بيقولك إن ال L اللي هو عدد الكم المداري بيساوي N من 0 إلى N ناقص 1 إذن بتساوي هكتب السفر ال L بكم بربع حطاه هنا 4 ناقص 1 3 يبقى من 0 ل 3 يبقى أنا عندي 0 واحد واثنين وثلاثة هل يغطر في الاختيارات فيه ثلاثة طبعا فيه سفر الحمد لله فيه سالب واحد لأ طبعا ما فيه سالب واحد يبقى أنا معايا الإجابة كل من A و B الغلاف الفرعي F من أي غلاف من الممكن أن يصل نقط إلكترون كحد أقصى طبعا المستوى F قلنا الحمد لله إنه هو بيشيل سبع اوض قوضة تنين تلاتة أربعة خمس ستة سبع يبقى بيشيل كام إلكترون وكل قوضة بتشيل اتنين يبقى اتنين في سبعة بربعة تاشر إلكترون كده الجزء اللي هو جايبه على أسئلة عدد الكام هنخدش على الجزء اللي بعده محتاج أي جزء شرح في الكيميا جزء معين مثلا ممكن نتبهه اللي تحت في الكوميت ده مستوات الطاقة هو الفرع 3S بيطابك أو يعادل الطاقة بتاعت 3B 2S يعادل يعادل الطاقة بتاعت 2B خلاص كلام جميل طيب قال لك إن في علاقة عكسية ما بين الطاقة والاستقرار أو السبات علاقة ما بين الطاقة والسبات الطاقة والسبات اكتب عندك الكلام ده وراء أو ألم وكتب الملاحظات دي قال لك إن كل ما الطاقة علاقة عكسية ما بين الطاقة والسبات إيه العلاقة دي؟ قال لك إن كل ما الطاقة بتزيد السبات بيقل أو لو كل ما العنصر ده ثابت مستقر طاقته تكون قليلة ما يحتاجش إيه مجهود طيب إيه تاني عاوز أقوله؟ قال لك خلي بالك إن إنت لما تيجي توصف مثلا قلت لك الإلكترون ده موجود في المستوى الفرعي B يبقى ده معناه إيه؟ إن إنت بتوصف ترتيب الإلكترون في مداراته توصف الإلكترون ده موجود فيه؟ وتوصف مكانه طيب نبدأ نحل بسم الله لو كان للزرات درجة الاستقرار القصوى في ضغط وحرارة مناسبة فإن حالات الطاقة ينبغي أن تكون نقط بص كده خط على درجة الاستقرار فإن حالة الطاقة ينبغي أن تكون بص الاستقرار القصوى عنده كمية استقراري بطاقتو إيه؟ طاقتو ليلة اتنين يمكن تشبيع مدارات الطاقة الأعلى فقط بعد التشبع التام لمدارات الطاقة الأقل تعرف هذه العبارة بنقطة في حاجة عاوز أقول عليها بمننا جبنا دخلنا في هذا الموضوع يعني عاوز أقول إن عندنا حاجة اسمها مبدأ في أربع مبادئ مبدأ الاستبعاد بأول واحد حاجة اسمها مبدأ الاستبعاد لبولي ومبدأ البناء التصاعدي ومبدأ أو بقول عليها قاعدة هند وفي مبدأ التوزيع لأقرب غاز خامل وده لفيديو جميل جدا هنلقص فيه إزاي نوزع لأقرب غاز خامل من غير أي تشتت أو نتلقبط في التوزيع أول حاجة مبدأ الاستبعاد بيقول لك إن مبدأ الاستبعاد اللي بقول ليه عالم قال لك إن مفيش إلكترونين ليه بنفس أعداد الكامل أربعة مفيش عنصرين مفيش أي حاجة في الدنيا زي بعض ليهم أعداد الكامل أربعة لهم الإن والإل والإم إل والإم إل والإم إس مبدأ البناء التصاعدي قال لك إن انت بتملز المستويات ذات الطاقة المنخفضة أولا ثم مستويات الطاقة المرتفعة ثانية مبدأ قاعدة هند قال لك إن انت بتوزع في الأوربيتالات فرادة أولا ثم عملية الإزدواج مبدأ التوزيع الأقرب غاز خامل ده ليه إن شاء الله فيديو قريب بإذن الله بص السؤال ده بقى يمكن تشبيع مدارات الطاقة الأعلى فقط بعد التشبع التام لمدارات الطاقة الأقل تعرف هذه العبارة بنقاط قال لك وصف الإلكترونيات في مداراتها مبدأ الأي يو إف بي اي يو أو كل من أي وبي أو أي من الأعلى يعني ولا حاجة من دي طبعا سؤال إجابته فيه إجابة غير يعني غير منطقية ومش موجودة لولا اللي انت لو هتخش ببنك المعرفة وتبحث عن المعلومة هتلاقيها قال لك إن فيه مبدأ إسمه الاة يو اف بي ايو هو مبدأ البناء التصاعدي مش إحنا اتفقنا إن التشبع التام لمدارات الطاقة الأقل هيبقى قبل مستويات الطاقة الأعلى كلام جميل طب هو قال لها صراحة أن هو أنه اسمه مبدأ البناء التصاعدي ما قالش بس قال لك خلي بالك إن فيه مبدأ إسمه الاي يو اف بي اي يو طبعاً لما تخش على جوجل وتكتب الرمز ده هيقول لك هذا هو مبدأ البناء التصاعدي وهو يعرفه لك طيب رقم 3 أي العبارات التالية صحيحة بشأن مستويات الطاقة في زارة الهايدروجين هل يطرى طاقة مدار 1S يعادل مدار 2S؟ لا طبعاً غلط لسه أقيل لك أن 2S هو يعادل 2B طب طاقة مدار 2S أقل من مدار 2B لسه أقيل لك أن مدار الطاقة الطاقة بتعادل 2B بتعادل 2S هل يطرى دي طاقة مدار 3D يعادل مدار 4S؟ برضو لا رقم C طاقة مدار 3S بيعادل 3S بيعادل 3B طبعاً صح لأنهم في نفس مستوى الطاقة الرئيسي رقم 3 رقم 4 عندما تكون زارة الهايدروجين في حالة أقل للطاقة فإن إلكتراناتها يظل فيه طب بص أقل طاقة يعني راجل ثابت يبقى على طول مدار 1S لأن 1S ده أقل طاقة ما أنا لسه قايت أن 1S غير 2S غير 2 بكل ما بتعلك كل ما اتطاقة بتعلي رقم 5 وضح حال العبارة التالية صحيحة أم خاطئة يتشبع المدار 3D قبل المدار 4S هل الإجابة دي؟ صحيحة؟ قال لك خلي بالك أن طاقة المدار 3D أقل من 4S ياه السري دي يا مستر أقل من 4S؟ آه طبعاً ليه؟ لأن أنا ما ليش دعوة دي و S أنا ليه دعوة بالمستوى الثالث والمستوى الرابع قال لك 3D بيملأ قبل 4S؟ آه يبقى الإجابة صحيحة لأن قال لك يتشبع هل يتشبع المدار 3D قبل 4S؟ طبعاً لأن 3D هو في المستوى الثالث يسمى وصف ترتيب الإلكترونات في الزرة B الحالة الكهربية الحالة الإلكترونية وصف الإلكترونات في مدارها؟ لا طبعاً هو وصف الإلكترونات في مدارها لأننا لسه شريحها في بداية الجزء بتاع اللي هو وصف ترتيب الإلكترونات رقم 7 طبعاً لقانون الطبيعة فإن حالة الطاقة الأقل هي قول أنت بقى طاقة أقل يبقى ثبات إيه؟ يبقى ثبات أعلى يبقى الإجابة بيه خلصة 8 وضح هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ مستويات الطاقة لنظام متعدد الإلكترونات يختلف عن مستويات الطاقة لزارة الهيدروجين؟ رقم 8 الإجابة دي خلي بالك منها المهمة إنها صح إجابة صحيحة طب قول لي ليه؟ قال لك خلي بالك أني هل بيقولك العبارة صحيحة مخاطئة مستويات الطاقة لنظام متعدد الإلكترونات يختلف عن مستويات الطاقة لزارة الهيدروجين؟ أولاً لازم اكتب الجملة دي عندك تحتوي كل المدارات في نفس المدار على نفس الطاقة حيث أن هذا ليس هو الشأن في متعدد نظام الإلكترونات بمعنى إيه أصلا الهيدروجين في كم إلكترون؟ في إلكترون واحد فبالتالي كل مستويات طاقته في المستوى الطاقة 1 فبالتالي كل المستويات بتعادل بعضها طب تعالى في متعدد الإلكترونات عندك 1 SO2 SO2B فبالتالي الطاقة عنده مش هتكون متعدلة إنما في ظهرة الهيدروجين بس كل الطاقة تكون متعدلة لإنها بتعتمد على مستوى طاقة واحد في إلكترون إنما غير كده هتلاقي في 11 إلكترون 12 إلكترون لأ لإن إحنا اتفقنا إن لو 2S بيعادل 2B 3S يعادل 3B 3D يعادل مثلا 3S وهكذا طيب وكده بانتهاء الجزء الثاني برضو في حدود 15 سؤال على الجزء مبدأ البناء التصعودي وعداد الكامل 4 إن شاء الله الجزء اللي بعده هتكلم على تجربة ونشوف الأسئلة جاية عليها إزاي ولو حد محتاج شرح جزء معين أو في نقطة مش فاهمها أكتب لي عندي تحت في الكومنتات وبإذن الله هنعملها في فيديوهات وريضة ترجمة نانسي قنقر